أهلاً وسهلاً بكم على قناة فسحة سفكير وموضوع آخر نعالج فيه موضوع الفكر والأدب أو العلاقة التي تجمع بين الأدب والفكر من خلال كتابات الأديب والمفكر العراقي عبد الرزاق الجبران كلكم أو غالبيتكم تعرف من هو عبد الرزاق الجبران أحد كبار المفكرين والكتاب العراقيين المعاصرين والذي يمكن أن نعتبره أحد المؤسسين لما يسمى بالوجودية الدينية في العالمين العربي والإسلامي بدأت مسيرة الجبران كما تعلمون مع مجلة الوعي المعاصر حينما كان في دمشق ثم بدأت ملامح الوعي تتفتق لديه مع ظهور نوع من التمرد أو ما يمكن أيضا تسميته بالثورية الفكرية إن صح التعبير من خلال كتابات مختلفة ومتنوعة لعل أهمها نجد كتاب لصوص الله وجمهورية النبي وجمهورية الله ومبغى المعبد وجين دار ووجودية صمراء وغيرها من الكتب التي أثر بها الساحة الفكرية والثقافية المعاصرة خاصة منها المكتبة العربية والمكتبة الإسلامية والغالب على هذه الكتابات كلها أن لها نسقا معينا يهدف إلى التمرد على كل أشكال الكهنوت الديني ومحاولة رسم معالم العودة إلى حيث الصفاء من خلال ما يسميه بديانة القلب وليس ديانة الفقه التي ارتسمت وطبعت مختلفة الحقب التاريخية الإسلامية والتي حولت بدورها الدين إلى طقوس وأشكال وأوثان يصعب الانفكاك منها وعنها لكن دعوني بداية أقارب الموضوع من زاوية أخرى وهي علاقة الأدب بالفكر أو بالأسلوب تحديدا أي كيف يمكننا أن نعالج قضايا فكرية وقضايا فلسفية وثقافية ودينية بأسلوب يعتمد الجمال والأناقة بدل أن يكون أسلوبا جافا أو أسلوبا صارما كما هو مختلف أو كما عدنا في الكتابات الفلسفية بشكل خاص قبل أن نجيب عن هذا التساؤل يمكننا أن نقول بأن الكتابة مثلها مثل أي شكل من أشكال التعبير والتفكير والتأمل بمعنى أنها ليست فعلا يقوده الإغتساب لماذا؟ يجيبنا جمال علي الحلاق من خلال روايته لدة أو تأشيل اللدة عفوا بأن الكاتب وربما أيضا المفكر وكل من يجرح مناطق التفكير والتفكر والتأمل كل هؤلاء لا يقعون وقوع البهيمة على الورقة البيضاء صحيح أن البيضة يغري ويغوي ولكنه يتطلب شهوة تتقن الدخول كلص يجعل البيضة يرفع راية الاستسلام لكن لماذا يلجأ البعض إلى التظاهر بالعمق أو إلى استعمال عبارات ومفاهيم غير معتادة وربما أيضا غير متداولة لأنه ببساطة وكما يؤكد ألاندو بوطون بأن الكتابة البسيطة تستلزم شجاعة وليس تواضع إنه خوف الكاتب من الإقصاء إنه خوف الكاتب من الإقصاء لكونه متواضع أو متواضع الفهم من جانب من يمتلكون إيمانا عنيدا بأن النتر العويز أو الصعب وأن المفاهيم الغامضة هي منتهى الذكاء كان مونتين وهو أحد كبار المفكرين الفرنسيين يمقط الأسلوب العصي والأسلوب الغير واضح والأسلوب الصعب بالرغم من أن الكثيرين يعتبرونه جزءا من عبقرية الكاتب أو عمق تفكيره لهذا فالأسلوب النسري أو أي أسلوب آخر يستعصي على العقل أفضمه هو علامة على الكسل أكثر منه علامة على الدكاء لأن خلف كل هذه الالتواءات يكمن السر وهو تقديم حماية فريدة ضد عدم امتلاك أي شيء تقوله والخلاصة هي أن الصعوبة أو أن الصعوبة عملة يستحذرها المتعلمون كي لا تكشف خواء دراساتهم فيميل الغباء البشري إلى قابولها مسبقا أو بشكل مسبق لنعود إذن إلى تجربة عبد الرزاق الجبران لنرى فيها كيف استطاع هذا الرجل أن يمزج بين أناقة الأسلوب وقوة المضامين الفكرية والقضايا المطروحة وحساسية الطرح السقافي والفقهي السائد في مجتمعاتنا قد تصدمك الفكرة في بعض الأحيان لكن حينما تقدمها بأسلوب حسن وممتع فبدل أن تغضبك فقد تقف عندها متأملا ومفكرا هذا بالطبع إذا كنت ممن تهوى الفكرة الموجعة ولنأخذ على ذلك مثالا ففي جمهورية النبي يبتدئ عبد الرزاق الجبران بالقول هل يمكنني القول إن أهم لحظة تراودنا هي لحظة اكتشاف الحقيقة حتى لو اكتشفت أنك حمار ليس البلية أن تعرف أنك حمار ولكن البلية أن تعرف أنك نبي داعيتك حمار هذا هو وادي تاريخنا وهذه هي كلمته التي يستحق في معابده يؤشر هذا الكلام بالرغم من طلاقته وفصاحته وقوته على أننا أمام تاريخ مزورة أو على الأقل أمام ثقافة مزورة بفعل هذا التراكم التاريخي الطويل الذي حدث منذ أربعة عشر قرن جمهورية النبي تشبه جمهورية أفلاطون تحمل إنسانيتها معها لأنها تمتح من أفق آخر هذا الأفق هو ما يسميه الجبران بديانة القلب النقيد المباشر لديانة الفقه لأنه يعتبر بأن لم يقتل الإسلام غير ديانة الفقه كما لم يدمر المعبد إلا الكائن ديانة القلب تقوم في أحد أهم أسسها على الإنسان ووجوده وليس على المعبد ومكانته معنى هذا الكلام هو أنه لم تكن غاية النبي تربية اللحى والحجاب والمساجد لتشير إلى الله ولكن تربية النبي كانت تهدف بالأساس إلى تربية القلوب لكي تشير إلى الإنسان فليس الله هو مشكلة الوجود الإنسان هو مشكلته لأن التذيّن هو كيف تغضو إنساناً في الشارع وليس كهانوتياً أو كاهناً في المعبد جمهورية النبي هي فضاء بالرغم أو يفضاء عفواً للخروج على أحكام الفقهاء إلى فضاءات أشمل وأرحب لهذا ستخرج خروجاً يكون بمثابة انقلاب على مفاهيم كثيرة تم أسر الناس فيها أو تم أسر المسلمين فيها الفقهاء دوماً مثلوا بالنسبة للجبران ما كان يسميه بلصوص الله وقد ألف فيهم كتاباً من خلال ترتيباتهم وأحكامهم وتشددهم وغلوهم في الكثير من الأحيان ففي كتابه المعنون بلصوص الله كما سبق الإشارة إلى ذلك يحكي الجبران بأن عجوزاً في سمرقند تسأل فقيها وفقيها كان ب كان برفقة جيش فتح بلادها بعد سلب ونهب تسألوا هذه العجوز ما الذي جاء بكم إلينا فيجيب الفقيه الله أرسلنا إليكم فتجيبه العجوز لم أكن أعلم بأن الله أو بأن لله لصوص هذا هذا الإنقلاب في المفاهيم لم يأتي عبثاً ضمن هذا التاريخ الطويل بل كان مخططاً له ويقع تحت طائلة المفهوم القانوني المشهور طبق الإصرار والترصد فمن يعلمك أن الطاغية كان عظيماً فهو يسرق تاريخ ومن يعلمك أن تقتل باسم الجهاد هو يسرق دمك فإذا قتلت الآخرين فهو يسرق يدك ومن يعلمك حرمة العشق فهو يسرق حبك ومن يعلمك دخول مساجد الأغنياء فهو يسرق صلاتك ومن يعلمك أن الآخر كافر فهو يسرق إيمانك ومن يعلمك أنه مباح أو أن أنه مباح في دمه أي هذا الشخص الآخر أنه مباح في دمه وعرضه وماله وأرضه فهو يسرق إنسانيتك ومن يعلمك الكذب باسم الحيلة الشرعية فهو يسرق صدقك وننتقل الآن من جمهورية النبي إلى جمهورية الله عنوان يبدو مسيرا وصابما وربما ينتمي بالدلالات الفقهية إلى عالم الكفر والشرك والتنقيص ولكنها العناوين والأسماء قد نتفق معها وقد لا نتفق وقد تكون مناسبة وقد لا تكون يذكرني هذا الموضوع بما كتبه أحد الأدباء الرائعين في كتابه الرائع لمن أراد الاطلاع عليه بعنوان عشر قيمة من في تاريخ الأدب العربي وهذا الكاتب هو ممدو حقي يقول في مقدمة الكتاب بأن العناوين بالنسبة للكاتب هي مثل الأسماء بالنسبة للآباء فقد يسميك أبوك سعيد وأنت أتعثت الناس وقد يسميك توفيق وأنت لست كذلك وهكذا لهذا لن نقف عند العناوين والنلج والنلج الباب والنقتحم الحما علنا نكتشفه جديدا وأيضا ما هو جدير بالذكر والفهم والتأويل يقول لنا الجبران هذه المرة في واقعة صادمة قال لصاحبه الله بيع كثيرا من معبد لمعبد الأديان لم تعبد الله الأديان استعبدته هذا الكلام يمكن أن يكون بالنسبة للفقه التقليدي كفرا وإلحادا في عرف الفقهاء ولكنه في خضم الجمهورية التي تحدث عنها الجبران فالإلحاد ليس نفيا لوجود الله ولكنه رفض لجماعته والمتاجرين باسمه ومن هنا يمكننا العودة بالمفاهيم إلى أصولها الحقيقية كي نرى الله جميلة وقد نتساءل من مزق كل هذه الثقافة وجعلها سجنا للمغيبين والتائهين فنجد الجواب بأنها لوزة الطائفية والمذهبية فكلنا نعتبر أنفسنا أحسن من الآخرين وأفضلهم والمستحقين للخيرية أكثر منهم لكن لا قبح ولا سخرية أكثر من صلاة الفرقة الناجية سبعون فرقة في النار وواحدة ناجية لكم جعل الله قاسيا حتى القاضي الدنيء لا يقبل سبعين سجينا وبريئا واحد من يكسب عشيرة يخسر الله فلا عشيرة لله إنه مشاع كما الوجود إذن كن بلا فرقة تكون ناجية إلى هذا الحد أضرب لكم موعدا جديدا في حلقة أخرى وإلى الملتق ترجمة نانسي قنقر